أهلا بكم أصدقائي الأطفال سندرس اليوم معا كتابة رياضية للصف الثاني الابتدائي مع الأطفال الشطار الطرح بإعادة تجميع العشرات أدد ناتج طرح 652-429 الخطوة الأولى أطرح الآحد سأجد أنه لا يمكن طرح 9 من 2 لذلك فإني أعيد تجميع عشر واحدة في صورة عشر آحد الخطوة الثانية أطرح العشرات الخطوة الثالثة أطرح المئات 652-429 يساوي 223 أستعمل النماذج وأجد ناتج الطرح 546-217 329 782-439 340 أستعمل النماذج وأجد ناتج الطرح 382-128 254 467 ناقص 49 418 575 575 ناقص 66 509 754 ناقص 507 207 247 455 455 ناقص 325 130 780 ناقص 436 344 652 652 ناقص 35 617 931 ناقص 6 925 925 أجد ناتج الطرح 742 742 ناقص 219 523 387 ناقص 18 369 423 ناقص 119 304 540 540 ناقص 15 525 525 550 ناقص 307 20 24 7 762 762 ناقص 56 704 704 طرحت أمل 381 ناقص 165 فحصلت على الناتج الظاهر في الصورة عدد الخطأ الذي وقعت فيه أمل ثم صححه الخطأ الخطأ طرحت أمل الآحاد خمسة من واحد وكتبت أربعة والصحيح أن تطرح بإعادة تجميع العشرات خمسة من أحد عشر يساوي ستة الجواب الصحيح هو مائتان وستة عشر أحسنتم يا صفات لقد كنتم رائعين حقا لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد أيضا لا تنسوا أن تشاركوا فيديوهاتنا مع أهلكم وأصدقائكم لتعمل فائدة مع السلامة اشتركوا في القناة